كانت وتظل مصر الدعم الأكبر لفلسطين فالقاهرة لم ولن تتخلى عن دورها كقوة إقليمية تقود وتتفاعل وتنصر القضية الفلسطينية لذا اتخذت تدابير وقرارات ذات طبيعة سياسية تبلورت من خلال اتخاذ عدة إجراءات ومواقف ظهرت جلياً خلال المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية في هذا الإطار شكلت قمة القاهرة للسلام والمنعقدة في 21 من اكتوبر الماضي التي حضرها أكثر من 30 دولة نبراساً أضاء للقمم وللمؤتمرات اللاحقة خطواتها لحقن الدماء الفلسطينية ونجحت مصر من خلال القمة في اتخاذ موقف دولي يؤكد أن الحلة السياسية أساس للاستقرال والأمن ويرفض استخدام الضغط الإنساني للإجبار على التهجير القسري للفلسطينيين وعلى مدى الشهور الماضية استضافت القاهرة العديد من القمم والاجتماعات على مستويات عدة أكدت خلالها موقفها الثابت بشأن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة بشكل مستدام وآمن ويلبي متطلبات أهالي القطاع ولا يخفى على متابع أن التعنت الإسرائيلي كان السبب في تعثر إدخال المساعدات لغزة كما وكيفا؟ فيما سعت إسرائيل إلى ترويج الأكاذيب بأن مصر تغلق معبر رفح وهو ما فندته زيارات الوفود الدولية لمعبر رفح من بينها زيارة الأمين العام للأمم المتحدة هانتوني جتيريش كذلك زيارة وفد الاتحاد الأوروبي للمعبر الذي أكد أن هناك مئات الشاحنات التي تصطف أمامه وتنتظر العبور إلا أن إسرائيل لا زالت تتمسك بالرفض كما مارست مصر ضغوطا بربطها مسألة إجلاء الرعاية الأجانب من معبر رفح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ونجحت الجهود المصرية في إدخال الوقود إلى غزة بدءا من الثامن عشر من نوفمبر الماضي رغم العراقيل الإسرائيلية مصر كان لها موقف واضح بعد سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني من معبر رفح حيث رفضت رفضا تاما التعامل مع غير السلطة الفلسطينية باعتبار المعبر مصري فلسطيني إلا أنها وبالطرق الدبلوماسية والتعاون مع الأمم المتحدة بدأت في إرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم صونا للسيادة الفلسطينية لا شك أن مصر الدولة الوحيدة التي تمتلك قنوات اتصال ذات ثقل وثقة وتأثير حقيقي مع الأطراف الفاعلة وهو ما يصب في صالح دعم القضية الفلسطينية موسيقى